قد سمعت من مصطلح النسوية أكيد قد مر عليك طيب تعرف كيف بدأ وش الأسباب اللي دفعت انه هذا المصطلح وهذا التكون الفكري يتكون تعال أقول لك قبل عدة قرون في العالم الغربي قامت حركة النسوية واللي كان مبدأها الأساسي انه يبغون المرأة تاخذ الحقوق اللي موجودة للمرأة في الإسلام ايه نعم هتكون مستغرب تعال أقول لك أول وقت الحركة النسوية كانت تريد أن يكون للمرأة حق التعليم مثل ما هو موجود للرجل ما كان للمرأة حق التعليم والإسلام دعم المرأة في التعليم أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تروي الحديث وكانت تدرس والصحابيات كلهم كانوا يتعلمون النسوية قامت أيضا على مبدأ أنه للمرأة الحق العمل مثل ما الرجل حق العمل ما كان مرأة غربية أن تشتغل حق أو حق تملك حتى الإسلام يدعم حق التملك ويدعم أن المرأة تشتغل خديجة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بزرسوما والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشتغل عندها بل إنها كانت السبب بعد الله سبحانه وتعالى في أن النبي صلى الله عليه وسلم على أثاس أن المرأة تستلم مفترض أنها تكون مستساوية مع الرجل في المعاش والراتبة تدري أنه إلى اليوم المرأة في الغرب راتبها أقل من الرجال فقط لأنها مرأة بينما اليوم نحن في دولتنا العظيمة التي تطبق الشريعة الإسلامية ومن وقت بدأ عمل المرأة راتبها كان مثل راتب الرجل ومعاشها مثل معاش الرجل بل وإضافة لذلك أعطينا امتيازات تراعي المرأة وتراعي خاصيتها ولا نقصنا في مرتبها ومعاشها باختصار النسوية كمبدأ أساسي وكان أساسه أنه يريد أن نأخذ الحقوق الموجودة في الإسلام ونعطيها للمرأة في الغرب لكن اللي وصلتنا اليوم هو نموذج بشع ونموذج مشوه ونموذج يهدف مباشرة إلى هدم الأخلاق الخاصة بالنساء والهدف ليس المرأة لازم نعرف الشيء هذا الهدف هو كيف أن أهدم المجتمع الإسلامي من خلال المرأة ليش؟ لأن المرأة هي العمادة الأساسي لأي أسرة وأي مجتمع